السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع يا جماعة بسيط كده هنعلق عليه بسرعة أشاير أعمدة الدور الأخير المنتهية كلنا عارفين يا جماعة أن آخر دور عندنا دايما لما بينتهي مش من مصلحتنا خالص أن احنا نعمل أشاير للأعمدة ليه مش من مصلحتنا يا جماعة لأن الأشاير دي ممكن تبقى عرضة للصدق وبالتالي تنقل الصدق لحديد التسليح بتاع الدور الأخير وبلاطة الدور الأخير لإخفاء الأشاير يا جماعة عشان خاطر ما تصديش فيه طريقتين الطريقة الأولينية أن أنا بكسحها ودخلها داخل بلاطة السقف الطريقة الثانية يا جماعة أن أنا بكسحها ولكن بدخلها في قطاع العمود نفسه ما بربطهاش بالسقف الطريقة دي أفضل ولا الطريق دي أفضل وهو ده يا جماعة الاختلاف اللي بيحصل بمهندسين كتير مهندسين تقول والله إحنا هنكسحها داخل السقف عشان خاطر لو جاء أي إجادات أو أي أحمال جانبية العمود يشيلها وعندسين تنين تقول ايه والله لا انا اصلا باني الفرضية من الاول ان العمود ده شايل احمال رأسية فقط ولوش دعو بالاحمال الجانبية والاحمال الجانبية دي ممكن تصنع عزوم على العمود انا مش عامل اعتبار لها الحالة انه هي الافضل يا جماعة الحالة الافضل هي الحالة رقم اتنين اللي هي ان احنا نكسح العمود داخل قطاع العمود نفسه ليه يا جماعة لان انا باني نظرية التصميم في الاصل ان العلاقة دي هنجد العلاقة ما بين العمود وبين البلاطة هنجد العلاقة بين العمود والكاميرا علاقة هنجد مش فكسة فان انا اروح اكسح الحديد بتاعي داخل السقف هيحصل فكسيشن في المنطقة دي وبالتالي هيبقى فيه عندي عزوم اضافية جاية على العمود انا مش عامل حسابي لها العزوم الاضافية دي يا جماعة اللي هتجي على العمود العمود مش متسلح على اساسها العمود متسلح على اساس تحميل مركزي عشان كده الاسيغ بتاعته يمين وشمال قد بعضها لان هو مش واخد اي قدش من المومنت في حساباته اذا هنشتغل على ايه خلاصة الامر هنشتغل على الحالة التانية هنكسح قد دي يا جماعة هنكسح مسافة من 20 الى 30 سنتي او مسافة لا تزيد عن بعد العمود الاصغر فلو العمود دي يا جماعة 25 في 50 فاحنا نخلي التكسيحة بتاعتنا دي ايه تبقى 25 سنتي فقط لاغير في النهاية اتمنى كنت لدينا نوصل معلومة لعاكم الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة وعمل تشير عشان الفيديو وصل لكل الناس شكرا